اشتركوا في القناة في مكون الرياديات بعنوان التناسبية الجزء السادس والاخير والمتعلق بالكتلة الحجمية في نهاية هذا الدرس ان شاء الله يجب ان تتمكنوا من التعرف على الكتلة الحجمية لمادة سائلة او صلبة واستعمالها في وضعيات تناسبية وتمثيلها مبيانيا والتمكن ايضا من حساب الكتلة الحجمية لمادة سائلة او صلبة بمعرفة الكتلة والحجم او الاكس قبل الشروع في شرح هذا الدرس سنحاول اجابة عن هذا التمرين احسب طول طريق سيارة الخريطة ذات سلم 1 على 5 ملايين اذا علمت ان طوله الحقيقي هو 200 كم اذا طول حقيقي لهذا طريق سيارة هو 200 كم وقمنا بتمثيله على خريطة بسلم 1 على 5 ملايين اذا كحل لهذا التمرين ولحساب طول طريق سيارة الخريطة نذكر بكيفية حساب بعد على التصميم اذا الحساب بعد على التصميم فهو البعد الحقيقي مقسوم على مقام السلم لدينا الطول الحقيقي لهذا طريق سيارة هو 200 كم اذا سنقوم بتحويلها الى سنتيمتر ومنه 200 كم تساوي 20 مليون سنتيمتر اذا فالمسافة على التصميم او طول الطريق السيارة على الخريطة فهو يمثل المسافة الحقيقية اي 20 مليون مقسوم على مقام السلم والذي يمثل 5 ملايين اذا 20 مليون مقسوم على 5 ملايين نحصل على 4 سنتيمتر وبالتالي فطول طريق سيارة الخريطة هو 4 سنتيمتر ننطلق كعادتنا بالوضعية التالية قام أستاذ مع تلامدته بأخذ حجوم مختلفة لقطع من الألمنيوم ثم قاموا بتدوين كتلها القطعة الأولى حجمها 2 ديسيمتر مكعب وكتلتها 8.8 كيلوغرام القطعة الثانية حجمها 5 ديسيمتر مكعب وكتلتها 22 كيلوغرام القطعة الثالثة والأخيرة حجمها 7 ديسيمتر مكعب وكتلتها 3.8 كيلوغرام إذن هذه النتائج تم تدوينها في هذا الجدول الحجم بديسيمتر مكعب والكتلة بالكيلوغرام إذن فالسؤال مطروح هنا هل هناك علاقة بين كتلة القطعة وحجمها؟ أو بصيغة أخرى هل الكتلة متناسبة مع الحجم؟ جيد إذن للإجابة على هذا السؤال سنقوم بقسمة كتلة كل قطعة على حجمها إذن بالنسبة للقطعة الأولى 8.8 مقسومة على 2 تساوي 4.4 22 مقسومة على 5 تساوي 4.4 والقطعة الثالثة 3.8 مقسومة على 7 تساوي كذلك 4.4 إذن ماذا تلاحظون؟ أحسنتم؟ إذن نلاحظ أننا حصلنا على نفس الخارج كلما قسمنا عدد من السطر الثاني على العدد الموافق له في السطر الأول إذن فأعداد السطر الثاني متناسبة مع أعداد السطر الأول وبالتالي معامل تناسب هو 4.4 وكتلة الأولمنيوم متناسبة مع حجمها إذن خارج الكتلة على الحجم فهو تابت ماذا يعني تابت؟ أنه لا يتغير لدينا 4.4 يعني حصلنا على نفس الخارج إذن فخارج الكتلة على الحجم يسمى بالكتلة الحجمية كخلاصة لهذا الدرس نسمي الكتلة الحجمية لمادة ما كتلة وحدة الحجم لهذه المادة ولحساب الكتلة الحجمية لمادة ما نقسم يعني كتلة كمية معينة من هذه المادة على حجم نفس الكمية كما نعبر عن الكتلة الحجمية بالوحدات التالية إذن هنا انتبهوا جيدا هذا مهم جدا إذا عبرنا عن الكتلة بالكيلو جرام والحجم بالسنتيمتر مكعب فالكتلة الحجمية ستكون بالقرام على السنتيمتر مكعب في الحالة التالية إذا عبرنا عن الكتلة بالكيلو جرام الحجم سيكون بالديسيمتر مكعب ومن فالكتلة الحجمية ستكون بالكيلو جرام على الديسيمتر مكعب في الحالة التالية إذا عبرنا عن الكتلة بالطن إذن فالحجم سيكون بالمتر مكعب وبالتالي فالكتلة الحجمية ستكون بالطن على المتر مكعب ولحساب حجم كمية معينة من مادة نقسم كتلة هذه الكمية على الكتلة الحجمية لهذه المادة ولحساب كتلة حجم كمية معينة من مادة يعني نضرب الحجم هذه المادة في الكتلة الحجمية لهذه المادة نمر الآن إلى بعض الأنشطة التطبيقية نبدأ بالنشاط الأول أحسب كتلة قطعة معدنية مكونة من الصلب إذا علمت أن الكتلة الحجمية للصلب هي 7.85 كيلوغرام على الدسيمتر مكعب إذن هذا هو شكل القطعة المكونة من متوازية مستطيلات إذن لحساب كتلة هذه القطعة المادنية لدينا الكتلة الحجمية إذن نحتاج إلى حساب الحجم ومن حجم كتلة معدنية هو كتلة إذن سنقوم بحساب حجم متوازن مستطيل الأول كما تعلمون حجم متوازن مستطيل هو الطول في العرض في الارتفاع إذن بالنسبة للمتوازن مستطيل الأول لدينا عشرة في تمانية يعني العرض هو تمانية في الارتفاع هو سبعة ثم نضيف له حجم متوازن مستطيل الثاني إذن طوله هو تمانية عرض خمسة والارتفاع هو ثلاثة من أين حصلنا على ثلاثة يعني عشرة ناقص سبعة ونحصل على خمسمائة وستون يعني حجم متوازن مستطيل الأول زائد مئة وعشرون يعني حجم متوازن مستطيل الثاني تساوي ستمائة وتمانون سنتيمتر مكعب إذن ستمائة وتمانون سنتيمتر مكعب سنقوم بتحويلها إلى ديسيمتر مكعب فنحصل على سفر فاصلة تمانية وستون لماذا قمنا بتحويلها إلى ديسيمتر مكعب لأن الكتلة الحجمية بالكيلوغرام على ديسيمتر مكعب ومنف الكتلة سنحصل عليها كذلك بالكيلوغرام وبالتالي فكتلة القطع المعدنية هي الكتلة الحجمية في الحجم يعني 7.85 في 0.68 ونحصل على 5.338 كيلوغرام إذن كتلة القطع المعدنية تساوي 5.338 كيلوغرام نمر الآن إلى النشاط الثاني تبلغ كتلة قطعة مادنية 15.5 كيلوغرام إذا علمت أن الكتلة الحجمية للمعدن هي 4.8 كيلوغرام على ديسيمتر مكعب السؤال أحسب حجم القطعة المعدنية إذن لحساب حجم القطعة المعدنية نقوم بتطبيق مباشر للعلاقة أي أن الحجم يساوي الكتلة مقصومة على الكتلة الحجمية ومن فالكتلة تمثل 15.5 مقصومة على الكتلة الحجمية 4.8 ونحصل على 3.23 ديسيمتر مكعب أعزاء التلاميذ أعزائي التلميذات أشكركم على حسني تتبعيكم